حاكتين بنشوفهم على الفيسبوك والتويتر المين دول حركة اسمها اخلع والحركة دي بتحرد المجندين الصغار على الخروج من التجنيد وبيقوله ايه بيقوله اخلع يا عسكري انت بتموت عشان الظابط اللي قاعد يزل فيك في الكتيبة طبعا فيه ناس بتخش تشتموا واهالي وكل سير بقى حاجات شغالة في القصص دي ماقدرش اقولها لكم لكن يعني فيه ناس بتقولوا اه فعلا دي حركة دي شغالة وانا ارجو من السادة في وزارة الداخلية ما باحث الانترنت مش محتاجة بقى ان انا اقدم بلاخ ومش محتاجة ان حد يروح يقدم بلاخ عند النيابة ولكن الفيسبوك بيج دي الصفحة دي موجودة وبالتالي احنا عادينا نعرف مين اللي بيعمل الصفحة دي ولازم نغلق الصفحة دي بس بدون حتى ما نغلقها لازم نبص عليها ونحللها انه لما لقى انه ما عندوش حل اكتشف ان الحل ايه انه يلعب جوه الجيش اكتشف ان الحل انه هو يخرب جوه الجيش اكتشف ان الحل انه هو يلعب في عقول الشباب من المجندين ويقوله خلي بالك لان طبعا الحقيقة في اصابات كتيرة للمجندين في المعركة ضد الارهاب واصابات كتيرة للزباط مش بس مجندين كل الرتب بتصاب الحقيقة في هذه المعركة فابتدى يلا يحاول ان هو يخرب في عقله ان هو يقول له اخلع ضد التجنيد القهري وكأن التجنيد اللي هو عصب وقلب الجيش المصري اللي هو جيش مش مرتزقة زي ما كانوا عايزين يعملوه جيش ما بيستوردش عساكر من الخارج بفلوس جيش ما بيجنسش عساكر من الخارج بفلوس جيش منه يعني ابني يخش الجيش اخويا يخش الجيش جوزي يخش كل الناس تخش الجيش كل الولاد كل شباب مصر بيدخل الجيش ده جزء من الواجب الوطني التجنيد الوطني المصري عشان كده ده جيش مننا جيش من ولادنا ومن اخوتنا هو عايز يهد القصة دي ولازم عندنا وعي مش بس للدعوات لتظاهرات 28 اللي انا اعتقد انها تظاهرات تفهى وفكرة تفهى وليس لهم قوة على الحجد ولا حاجة والشعب المصري وعي انا الحقيقة لما بشوف ده بيهمني اكتر وبيهمني اكتر ان احنا نكون وعيين وان شبابنا يكون واعي وان يكون عندنا ادراك وان قياداتنا تبقى مدركة وقيادات القوات المسلحة تبقى مدركة وايضا يبقى عندنا قدرة على الرد